هذا الموضوع هذا ديال الأسعار الحكومة تتابعه كيفما قلت بشكل كبير وانا بدمسي الأرقام المصلحة ديال المواطنين المغربة وحماية القدرة الشرائية ديالهم هي التزام حكومي وهي أقوى من أي لوب كيفما كان نعدياله والسيد رئيس الحكومة في بداية هذا الاجتماع وكان سؤال هل نوقش هذا الموضوع نوقش باستفادة كثيرة جدا وهذا ربما هو اللي ما خلاش الوقت أنه أجلنا بعض المرسيم وتمت إحاطة هذا الموضوع من جميع جوانبه ونبدأ لحوم الحمراء الحكومة دار جوجيا الإجراءات مهمة جدا الإجراء الأول هو استفاء الرسوم الجمهورية اللي كانت تقدر لحماية القطاع الوطني تم استفاءها شفنا بأنه ما زال هناك تأثير على الأسعار مباشرة بعد ذلك قامت الحكومة بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة وأنا قلت غير ما مرة في هذه الدولة الصحفية المهنيين ستحسنوا هذه الإجراءات هذه واللي هو أكيد بأن هذه الإجراءات هذه كلها سيظهر تأثيرها في القريب العاجل لكن يجب أن نعترف جميعا بأنه يجب أن نتفق إلا كانت المصلحة للأسر المغربية رغم أن نتفق عليها جميعا وهذا الحكومة سوف تدريبها بيدنا من الحديد والاجتماعات الآن تدار على مستوى الحكومي ولا على مستوى الولاة ولا على مستوى العمال وسوف يتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سوف يتم تفعيلها في الإطار هذا لأنه لا معنى أنه في وقت معيان كنا كانت تفهموا سعر هذه المادة مرتفع ولكن من ينطبط هذه المادة طبيعي جدا يجب أن تنخفض ويجب أن يستهلكها المواطن بواحد السعر طماطم طماطم الآن الكميات المزروعة مقارنة مع السنة الماضية هي أحسن لكن كي نموجة ديالبرد وجاء واحد السؤال مرتبط بالتصدير من عدمه الحكومة سوف تتخذ جميع الآليات والميكانيزمات اللي سوف تضمن تمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة وأيضا لكي تنخفض الأسعار لكي نحافظ كيفما قلت على القدرة الشرائية ديال المواطني الحاليب أيضا تاخدت فيهم جمعة من الإجراءات الحمد لله هذه الإجراءات أعطت نتائج ديالها المواد ديال الحاليب متوفرة نتمنوا أنه نتحكموا أكثر في المستقبل لكي تنخفض كل هذه المواد نريد أن أكد عليه مرة أخرى بأن هذا موضوع تعتبره الحكومة حاليا من الأولويات وتشتغل عليه عن كثب وبقوة وكما قلت سوف يتم التدخل ومراقبة جميع النقطة جميع المخالفات التي سوف يتم مضبطها في أي نقطة كانت بعيدة أو قريبة سوف تكون موضوع محضار أو متابعة قضائية أو زجر أو حتى متابعة يعني جميع المتابعات اللي ممكن الدر غدي الدر لأنه لا يمكن أن يستمر هذا العابد هذا العابد والحكومة أيضا في أفق أنه نتحكم في هذا الموضوع هذا يجب أن نباشر الإصلاحات اللي تكلمتوا عليها خاصة على مستوى يعني الآليات والسلاسل للتصويق لأن احتها هي كتساهم وهذا شيء صنع طرف به تساهم أيضا في الرفع من أسعار مجموعتين من المواد قد يكون اجتماع هذا المساء سوف يشارك فيه جميع القطاعات المعنية اللي بالمناسبة أيضا غادي اتعاد نشوفوا شنو تعمل حد الآن الإمكانيات المطوفرة الإمكانيات ديالة الدخول وطبعا في كل يوم 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 غادي يكون إن شاء الله الجديد في هذا الموضوع اللي غادي يعني ما غاديش نبخلوع لكم به ونقدمو لكم محاية بشأنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر